وعليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتوى الأخوات الفاضلات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي قدمها لأمة الحبيبة في زمن انطغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وظن كثير منهم أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون حتما على رب الأرض والسماء للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا أقدمها إلا من أجل أن نحيي بها سويا الحياة إلا من أجل أن نشخص الداء إلا من أجل أن نحدد سويا الدواء لنجدد المسيرة ولنجدد التوبة والأوبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وما من علامة ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم كنت أتحدث بالأمس مع حضراتكم في هذا الحديث الذي راه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني لا يسلم الأخ إلا على أخيه الذي يعرفه حتى ولو كان معه في مسجد واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله فما ظنك بهذا الواقع خارج بيوت الله جل وعلا بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشوه أي وكثرة التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة وقلت التجارة ليست حراما اطلاقا أبدا تاجر لكن تاجر بأمانة وتاجر بشرف وتاجر بالحلال وفي الحلال ولا تنسى حق الكبير المتعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشى على أمته من الفقر كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال الحبيب والله ما الفقر أخشى عليكم يا الله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم فأنا أذكر أحبابي وإخواني ألا ينشغلوا إلى الحد الذي ينسى فيه المسلم التاجر أيا كان نوع تجارته أن ينسى الآخرة ثم من علامات الساعة تقارب الأسواق تقول إيه تقارب الأسواق حتى المسألة دي النبي تكلم فيها تكلم في تقارب الأسواق أيوة ماذا قال الصادق قال كما في الحديث الذي روه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق ما معنى التقارب التقارب له معنيان عند أهل العلم المعنى الأول أن الأسواق قد تقاربت بالفعل لسرعة وسائل المواصلات ولسرعة الاتصالات تستطيع الآن بفضل الله أن تركب سيارتك وأن تذهب إلى أي سوق في قريتك أو في مدينتك أو في مركزك أو حتى في دولتك وأن تعود في نفس اليوم تقريبا مع أن هذا السفر كان قبل ذلك يقطع فيه الإنسان شهورا طويلة بل تستطيع الآن بالطائرة أن تسافر من مصر مثلا إلى السعودية أو إلى دبي لتقضي أمرا من الأمور ولك أن ترجع في نفس اليوم أو في اليوم التالي بل تستطيع أن تسافر إلى أي دولة في العالم وأن تعود في أيام قليلة كانت هذه المسافات تقطع في الشهور بل تقطع في السنوات هكذا تقاربت الأسواق ثم البرصة البرصة العالمية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع أو على سعر العمولات تقريبا في كل ساعة أو أقل أظر إلى هذا التقارب التقارب في الأسواق تقارب في معرفة الأسعار التقارب الحسي الحقيقي هذه أيضا علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصلت لحضراتكم بالأمس أنه ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة فتقارب الأسواق ليس حراما التطاول في البنيان ليس حراما كثرة التجارة ليست حراما ظهور المهدي ليس حراما وهكذا فليس معنى أن يذكر لنا نبينا علامة من علامة الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة في دين الله تبارك وتعالى تنبر معي هذه العلامة الخطيرة في حلقة الليلة ألا وهي انتشار الربا أسأل الله أن يطهرنا وإياكم انتشار الربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصادق بين يدي الساعة يظهر الربا والظهور هنا بمعنى الكثرة بمعنى الانتشار بين يدي الساعة يظهر الربا ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي رواية أخرى خطيرة جدا في صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام ما بتصلش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ده واقع خطير جدا واقع خطير جدا حاضر حاضر عاوز تسمع الحديث ثاني اسمع ماذا قال الصادق أقول الحديث روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ